في البداية يمكن أعمال كتير جداً الحقيقة على سبيل المثال لو هنكلم في السينما وريدوا حلاً من ضمن الأعمال اللي كانت اللي ساهمت إنه يكون فيه تغيير في القوانين بالنسبة للمرأة وأعمال غيرها تانية كتير وهنا نتكلم دلوقتي على الأعمال الدرامية اللي بتستهدف قضايا المرأة لأي مدى هذه الأعمال مهمة ولأي مدى هي ساهمت بالفعل حتى في إيقاظ الوعي إنه فيه مشكلة عند السيدات لازم إنه إحنا يعني تبقى تحت الضوء ويتم تسليط الضوء عليها لو بنتكلم على الدراما التلفزيونية هي قوة نعمة مهمة جداً في المجتمع وفي النهاية هي الفن مرآة أو إنعكاس للمجتمع اللي احنا عايشين فيه المرأة مش نقول نص المجتمع هي المجتمع دلوقتي يقول أضايا المرأة ومشاكلها بالتأكيد مش بعيد عن دايرة الدراما على هذا الأساس شفنا مثلاً السنة دي مسلسل تحت الوصاية المسلسل عبارة عن إيه؟ هو صارخة كبيرة جداً بتكلم على أكتر من قضية على فكرة ما هو مش قضية واحدة مشكلة الوصاية ومشكلة الأم الأرملة اللي ممكن تبقى عايزة ولادها لا بيجي لها حد عمهم لازم هو اللي يبقى الوصي لأن هي ما عرفش عايزة إيه ومش عايزة إيه دا خط الخط الآخر في هذا المسلسل كفاح المرأة في المجتمع وده على فكرة خط رئيسي ومهم جداً في المسلسل في خطوط درامية كتير جداً ولكن نرجع نقول هل المسلسل نقل جزء مما تعانيه المرأة في المجتمع وخاصة وهنا نقف شوية وخاصة المرأة الغير متعلمة أو المرأة في الأقاليم وده الأصعب لأن أنا مهمتي إزاي أعلمها حقوقها تتخذها إزاي صحيح أنا مهمتي مش إن أنا غير لها قانون بس أنا لو غيرتها قانون هي مش عارفة صحيح لكن للأصل توصل إزاي إن هي تعرف هذا القانون تعرف حقوقها منين ثم تأخذ هذه الحقوق كل ده دي رسالة درامية موجودة اتعملت في من خلال مسلسل واتزعت في رمضان وكانت صرخة كبيرة جداً قادر أقول إن هي لفتت نظر المسؤولين الدراما مش إن هي تغير قانون ولكن هي تلفت نظر المسؤول عن تغيير القانون لأن الدراما دي مش شغلتها صحيح طبعاً أكيد لكن هي في الأصل تعمل إيه بتجيب المشكلة تحطها في إطار حدوتة مؤينة وتعرضها على المجتمع هنا بقى المسؤولين في الدولة هم اللي بياخدوا ما هو الرسالة بتاعت العمل ده ثم ممكن تغير تسن قوانين أو تغير قوانين أو تسهل تسهيلات محتلة يشمك عشان كده في البداية لما كنت بسعر حضرية قلت لفكرة إيقاظ الوعي لأنه ممكن عمل درامي يناقش قضية بالفعل ولكن لو الوعي ما كانش كافي أو لو السيدات حتى ما قشرتش أنه بالفعل دي مشكلتنا ممكن ما يحصلش تغيير أو ما يحصلش لفت نظر ملموس أنت قضايا الأحوال الشخصية مثلا لو رحنا المحاكم هنلاقيها كل يوم فيها حاجات غير طبيعية وفيه ناس بتتظلم طبعا فيه ناس بتتظلم طبعا بتتظلم مش إن القانون يظلمها إن هي نفسها مش عارفة تروح فين مش عارفة الإجراءات مش عارفة المستندات اللي تتقدم إزاي تتجه إلى أي اتجاه هنا بقى دور إيه دور الإعلام الإعلام والفن بمشتقات إزاي إن أنا أوصل لها أولا أعلمها هي حقوقها إيه عليها إيه وليها إيه تمشي إزاي تروح فين القنوات الشرعية اللي تمشي فيها لو في مشاكل في القوانين تعدل صحيح لأن القوانين برضو وضعت في زمن غير الزمن القانون ليس قرآن ليس كتاب سماوي ولكن هو كل شوية ممكن يتعدل حسب الزمن اللي احنا عايشين فيه صحيح هذيك في البداية تكلمتي على أريده حلا هو تكلم على بيت الطاعة صحيح وأصعب حاجة كانت موجودة في السبعينات خلاص واحدة تخنت مع جوزها حصل خلافات يطلبها في الطاعة تقعد معرفش قد إيه وتعمل إيه شغلانة طويلة عريضة تم تعديل هذا القانون تمام وهكذا طالما في قوانين محتاجة تعديل ليه لا صحيح وإحنا عندنا هنا كمان في موضوع المرأة تحديدا هنلاقي قصص كثيرة وفيها بطولات يعني أنا لما بتكلم على هذا المسلسل أنا بكلمش بس على كلمة الوصاية أو قانون أحوال شخصية بشكل من الأشكال ولكن البطولة اللي حصلة أن هذه المرأة كان قصة كفاح كبيرة جدا طبعا قصة كفاح تدرس طبعا قصة كفاح ومخاطرة ومخاطرة ولها سلبيات وإيجابيات أكيد واتعرضت هنا الإيجابيات عاملت زي والسلبيات عاملت زي صحيح وهو ده كان الصح ترجمة نانسي قنقر